مجلس النواب لدعم عمل مجلس النواب وتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كما وعربت عن بالغ الشكر والتقدير لجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في دعم كافة مسارات التعاون والتكامل مع مجلس النواب كما ورفعت معالي رئيسة مجلس النواب أسماء آيات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وإلى سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي لحرية الصحافة مشيدة بما تحقق لمملكة البحرين من منجزات حضارية رائدة في حقوق العمال وفي مجال حرية الصحافة المسؤولة ومؤكدة الدعم البرلماني للعمال والصحفيين في مختلف مواقع العمل والمسؤوليات وخلال الجلسة تم مناقشة الردود الوزرية على الأسئلة النيابية ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون مصاق بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بإصدار قانون المحامة وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمدة ثلاثة أسابيع لمزيد من الدراسة